شكرا معلقنا الكابتن عزب الشرباجي إذا انتهت أحداث المباراة لأهلي وسبورتينج كرة طائرة في الجولة الخمسة بفوز النادي الأهلي بنتيجة نظيفة تلت أشواط بلا رد من سبورتينج انتهت نتاج الأشواط 25-22-25-11-25-10 براحة بديوفي في الستوديو الكابتن كريم جمعة أهلا بيك يا كابتن المرة الثانية كابتن حسام شعراوي أهلا بيك للمرة الثانية مبروك للنادي الأهلي بتهالي المباراة حداك توقعت في البداية أنه يبقى فيه سيطرة لنادي الأهلي طبعا الحمد لله الفوز جميل جدا برضو على نفس مسيرة النادي الأهلي 3-0 يمكن شوية فريد سبورتينج كانت بتعافر الشوط الأولاني إنما بعد كده النادي الأهلي طبعا بفضل خبرات اللعبة بتاعتنا وفضل الجهاز الفني طبعا عرفتنا نسيطر على المطش تاني وكملنا لغاية الآخر بنفس النتيجة بالأداء اللي احنا متوقعونه من النادي الأهلي صحيح كابتن كريم يمكن في البداية كان فيه هزة شوية في الأداء تفوق كان 6-7 نقاط لنادي سبورتينج ولكن سرعان ما نادي أهلي تمالك نفسه تاني ودم التغييرات والدفع باللعبين ومعالجة الخلل ومن ثم رجعنا تاني المبرامجة مضبوط فعلا كابتن هايسام يعني يمكن بدأنا المباراة كاتم مباراة سيجال في أول المطش يعني الاسكول كان 9-4 لنادي سبورتينج كان فيه خلل وهزة جامده في فرقة في الدوية المباراة وكابتن ميدو حاول أنه يتدرك الموضوع بسرعة بتغيير سنتر بلوك عبد الحليم عبو ونزل محسن يمكن نشاهد الأولين بس اللي كانت سجال 25-22 بس بعد كده المباراة بقت وان سايد جيم قدرنا بالإرسالات القوية وبالتغييرات نحسن المباراة التي سفر هل ده كابتن يعني نتيجة عدم تسخين كويس ولا إيه بس خلينا نسمع خلينا نسمع رد حديك ولكن خلينا نروح لأرض الملعب وزمينا محمد توفي ولقاء مع كابتن محمد مصالح ميدو اتفضل لمحمد من جديد بطاقة معك كابتن هيسا مدفق كرام كابتن حسام شعراو كابتن جاريم جمع وكل مشاهد القناة النادي الأهلي في كل مكان ألف مبروك لكل جميع النادي الأهلي فوز جديد لأبطال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي كنت زي ما قلت المباراة صعبة في الأول لكن بعد كده كنت سهلت كتير قوي كابتن محمد مصالح المدير الفني الفريب يكلمنا يمكن شوط الأوليان كانت في الدنيا إكوال شوية لكن عمد كزا تغيير خاصة في السنتر بلقة أعتقد عمله الغلبة للنادي الأهلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يعني المطسوات الأوليان دي الواحد بيحب يجرب حاجات كتير يعني خصوة أنتم شايفين في مجموعة من الشباب يعني الصغير بيشارك معنا ما فيش لغبات ولا حاجة الحمد يعني يعني إحنا لما نلعب جد ما فيش حد بيوقف قدامنا لما يبقى فيه استرخاء في اللعب لازم يحصل اللي حصل ده فهم أدركوا أن المطسوات الأوليان طبعا بخبرتهم خبرت عبدالله وأحمد والناس اللي كانت موجودة في الملعب وسعيد قدروا الحمد لله أن هم يعملوا الفرق ده كان فرق خمسة بونطة الحمد لله عوضناهم وكسبنا الحمد لله أعتقد كمان تدعامات سبورتنج بشكل كبير السنانية يمكن الفرقة معظمها دعابة جديدة أعتقد ده برضو في الأول حضارك قرية الفرقة وأعتقد أن حلقة تعملت معماتش بشكل أكسا مرة والله الحمد لله يعني مش هكذب عليك يعني أنا ما عملتش محضرة ولا أي حاجة يعني على الفرق لأن لسه بقول لك إحنا في الأول لأنا ما عرفش مين هم يعني الفرق تشكيل الفرق كان إيه أو أي حاجة لأن الفرق طبعا في الأول بتبقى الدور تمهيدي ده سهل إلى حد ما وخصوصا هم كاسبين كل المطسوات 3-0 الحمد لله إحنا دلوقتي في أول مجموعة وليسه الدور الثاني إن شاء الله نفس الفرقة هنلعبها بداية من يوم الجمعة الجاية بإذن الله هنلعب الإعلاميين برضو هنا في النادي إن شاء الله يعني نقدم نحاول نعمل اللي إحنا بنعمله في التمرين ده مهمة أو أهم حاجة عندي ونشارك أكبر عدد ممكن من اللعيبة في الدور التمهيدي ده أخيرا كابت يعني رأي حدك في النظام المسابقة الجديد زي ما قلت قبل كده المسابقة أول مرة تتعمل بلايوف كويس قوي يعني من الناس المبسوطة جدا أن الدوري بتعمل كده هتلعب مطشط كتير جدا هتلعب فرق قوية كتير مرة واثنين وثلاثة فالهيكسب الدوري هو الأحاق بي إن شاء الله شكرا بالتوفيق في اللي جاء إن شاء الله كابتن محمد كابتن هايسا مدك اللقاءنا مع كابتن ميدوم سلحي مدير الفني الفني النادي الأهلي مستمرين في لقاءاتنا وتغطيتنا وبرات الأهلي وسبورتن كل مليك وضيفة كرام اتفضل كابتن هايسا زمانة محمد توفيق شكرا جزيرة وده كان اللقاء مع كابتن محمد سلحي المدير الفني والرجل يعني ما قالش غير إنه وضع طبيعي أنت لما بتبقى مد الفرق اللي أصدك أكيد الاهتمام بالكافي بيبقى النتيجة بتبقى جيدة جدا خلينا نروح لهانا أبو القاسم من أرض الملعب واحد اللقاءات اتفضلي هنا فرحب بيك كابتن هايسا من جديد وبديوفك كرام وبكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان يعني رجال كرة الطائرة فريق الماسترز بيحققوا فوز على سبورتيج بنتيجة 3-0 ومعي في هذه اللحظات نجوم النادي الأهلي طبعا كابتن عبدالله عبد السلام وكابتن محمد عبد المحسن في البداية طبعا برحب بيكم على شاشة قناة النادي الأهلي فوز مهم مبروك طبعا الفوز يعني أداء كبير جدا من رجال النادي الأهلي الله يبارك فيك برحب بحضاتك وبرحب بكابتن هايسا مضيف الكرام الله يبارك فيك طبعا مباراة مهمة طبعا سبورتيج مخسرش خالص في المجموعة معنا فكانت تحدد بالنسبة كبيرة للأول والتاني الحمد للرب عمين إدن نحسم اللقاء الشوط الأول طبعا ما كانش عاجب طبعا الجهاز الفني واللعيبة طبعا وأكيد الكباتن في الستوديو كان في البداية ما كانتش كويسة بس الحمد لله تدركنا الموقف الحمد لله بعد الـ 0.16 والحمد لله رجعنا الموتش الثاني وإدنا نستحوز عن المباراة الحمد لله يعني دي آخر مباراة في المواجهات الأولى استعدادكم بقى للمرحلة القادمة طبعا لقى لسه في دور تاني إن شاء الله رب عمين بدايته تقويم مجمع الجهاز إن شاء الله أكيد طبعا احنا بفكر في نهاية الدورة أكيد واخدنا خطوة خطوة واخدنا ماتش ماتش أو دور تاني إن شاء الله يبتدي مجمع إن شاء الله رب عمين بعدها إن شاء الله في دور تاني وبقى كده في دور من أول للتامن فطبعاً للمسابقة طويلة السنة دي بشكل جديد ربنا نسأل إن شاء الله رب عمين نقدر نحسن من الأمور لنا بإذن الله بشكل حلطك جداً يعني النهاردة طبعاً زي ما قلت كانت مباراة كبيرة جداً سبورتينج فريق قوي قدم أداء كبيرة يمكن كمان في شرط الأول لكن رجال النادي الآلي كانوا أداء وقدروا ينهوا 3 أشواط لصالحهم طبعاً الله بارك فيك الأول ومرحب برحب كابتن عيسم المارسي نودي كان صعب جداً كمانشي كويس فريد البورتينج عاملها مشاق كويسة جداً كانت هي تاني مجموعة ورانا على طول فكان النهاردة المارسي لحد الأول والتاني مجموعة الحمد لله إحنا درنا نكسب المارسي حمد لله وفي آخر المارسي الكابتن بلده جرب كل العناصر الشابة والحمد لله إحنا خلصنا دور الأول كده بالعالمة الكاملة وإن شاء الله بإذن الله الدور الثاني بإذن الله هنستعدهم بعد بكرة إن شاء الله بإذن الله يعني نادي الأهلي دائماً بيعاب على جميع البطولات ويمكن جماهيرين نادي الأهلي ليش بتقبل بأي حاجة غير الفوز عايزة عارفة إية استعداداتكم للمرحلة القادمة لا والله إحنا عانينا بس بنها بالدور الأول وعنينا كله على الدوري فإحنا إن شاء الله بإذن الله وإحنا عدفنا كل البطولات لنشارك فالنيدي بإذن الله لأنه ده نادي الأهلي نادي الأهلي أي بطولة بنشارك فيها لازم تق vontى القادة لم يميلا فإن شاء الله بإذن الله نحن نعود الجمهور بكل بوطاعة نشارك فيها بإذن الله بشكرك جدا يا كابتن وألف مبروك الفوز النهار ألف شكر يعني ده كان لقائي مع نجوم النادي الأهلي طبعا بعد تحقيقهم الفوز كبير جدا على فريق سبورتينج مستمرين معاكم فيه تغطية فقط وحسريا على شاشة قناة النادي الأهلي العودة لكم وراء أخرى في الستوديو حسنا أبو القاسم بشكرك شكرا جزيلا اللقاء كان مهم مع الماشد طبعا عبدالسلام ومحمد عبد المحسن خلينا نروح لزميننا محمد توفيق أيضا من أرض الملعب ولقاء مع عادل وتفضل يا محمد من جديد براحة بك كابتن هايسة مدفق كرام وكل مشاهدين متابعة قناة النادي الأهلي مكملين لقائتنا وتغطيتنا مبرات النادي الأهلي وسبورتينج وفوز النادي الأهلي 3-0 ومعنا واحد من نجوم المباراة والتغييرات اللي حسمت زي ما بقول الشرط الأولايب وكان معارب شوية محمد عادل ممكن كابتن ميدو نزلك أعتقد فرائت كتير جدا خاصة في الإرسال وكمان على الشبكة الحمد لله ببراك النهاردة الجهاز الفني واللعبين الحمد لله نهاردة كان مطشي قوي جدا أقوى فرق في المجموعة سبورتينج بعدين فده كان المطشي ده كان بيحدد المركز الأول بيننا وبين سبورتينج فالحمد لله حضرنا نحسب المطش 3-0 والحمد لله كنا عمليم محاضرة كنا عمليم تحليمات من الجهاز الفنية نلعب بخطة معينة والحمد لله قدر ننفذنا الخطة وقدر نكسب الحمد لله المطشي ده سفر زي ما قلت سبورتينج هو المنافس الأول في المجموعة هو الفريد اللي كان ماشي معنا في نفس الترتيب لقد نقضت فرق سبورتينج بشكلها جيد كنت أول مرة تشوفها عطاق الضوط في الشوت الأول كان عامل فرق شوية أنا كل سنة ما شفتوش الفرق أو مفتاح لعبة فرق سبورتينج سينادي فرقة كويسة فرق مميزة شدوا معنا في الشوت الأولاني ده فالحمد لله يعني سيطرة النادي الأهلي وفرقة النادي الأهلي عرفنا أن نسيطر على الشوت الأولاني ونأخذ الشوت الأولاني على كده الحمد لله عرفنا خطة لعبهم كان معنا لسكاوتين كابتن محمود وكابتن جمعة عرفنا عن عامل يال في الشوت التاني والحمد لله نفذنا تعلمات الجهاز الفني ولعبنا بالتشكيل اللي هم قالوا عليه الحمد لله وقدر نكسر الحمد لله ترى السفر أهمية علامات الجهاز الفن خاصة في الوقت المستقبل اللي اتاخد بعد النقطة عشرين اعتقد فرق كتير جدا هو أهم حاجة عندنا احنا فرقة ندل أهلي المميزة بإرسالاتها زي ما انت شايف فبنشوف الكرة بتترافع فيهم فبنطلع طلب بلوك أو سواء طبع ضبط بلوك فالحمد لله احنا عندنا أطوال عندها عالية باسم الله ما شاء الله فبنعرف نلعب مع الديفينس وراف فالحمد لله قدرنا نعمل ديفينسات كويسة وبلوكات كويسة فالحمد لله قدرنا نكساوه النهاردة لاسف وان شاء الله جاي افضل ان شاء الله احنا السنة دي عندنا نظام الدوري مختلف شوية عندنا البلي اوف من 8 فرق وان شاء الله نقدر دحس بالدوري ان شاء الله على طول ان شاء الله شكرا بالتوفيق ان شاء الله ومستنونكم بطل لبطولك العادة ان شاء الله ان شاء الله حبيب رباني خليك قافي شكرا كابتن هيسم دك اللقانة مع محمد عادل دولة نجمي النادي الاهلي وده كانت تغطيتنا مبارات الاهلي وسبورتنغ وفوز النادي الاهلي تال صفر وتربوه على قمة في بداية الدوري التمهيدي ان شاء الله كمان في جولة العودة ان شاء الله يكون الترتيب بالنادي الاهلي في المركز الاول وان شاء الله يكمل خلال البطولة ويكون بطولة جديدة بتضاف لدولات النادي الاهلي ويكون الدوري الخامس على التوالي ان شاء الله النادي الاهلي دائما يبقى في المقدمة يبقى في المركز الاول بإذن الله دائما كما هيك كابتن هيسة مدوفة كرامة فضل زماني محمد توفيق من أرض الملعب أشكرك شكرا جزيلا لك اللقاء مهم مع دولة أحد نجوم الفريق أجي ليك يا كابتن كريم يمكن النهاردة مباراة أكيد لها مكاسب ليست بس النتيجة 3-0 ولكن أكيد هناك مكاسب أخرى لجهاز الفني أحدك من وجهة نظرك ما هي المكاسب الأخرى لمباراة اليوم أكيد طبعا كابتن محمد مصلحي أعينه أنه هو يكون مجهز الفريق ككل فيمكن في الشهد الأولاني يخرج عبد الحليم عيب ونزل عبد المحسن ويمكن في الشهد الثاني برضو نزل عبد الرحمن الحسين مكان عصران ولما بدأ يطامن النتيجة بعد الشهد الأول والثاني بدأ يشرك اللعيب الصغار السن زي زياد أسامة مكان كابتن أحمد صلاح ويوسف مرجان مكان عبد الله عبد السلام ونزل حمزة صافي أصغر اللعيب في الفريق 17 سنة مكان أحمد سعيد وعبد الرحمن الصعودي مكان محمد عادل فيمكن كابتن محمد النهاردة كابتن محمد مصلحي قدر النهاردة أنه يشرك أكتر من اللعيب ويتطامن على الحالة البدنية والفنية للعيبة ككل فدي طبعا مكاسب المباراة النهاردة أنه يدري يشرك أكتر من عنصر واللعيبة اللي نشيين عشان يديها خبرة وثقا في نفسها في المباراة القادمة إن شاء الله طب خليل أسأل يعني كابتن حسام يعني هل نجح النهاردة يعني أنت عرف طبعا أنه أحمد عبد العالم مش في مركزه هل النهاردة كان عندنا مشكلة في الليبرو هل الدنيا كانت ماشي رمضان أدى أداء كويس في البداية شايف الدنيا كانت ملمومة في غياب معوض ولا الموضوع يعني كان عندنا أزمة في المركز ده لا خالص هو النهاردة محمد رمضان عمل مطش كبير جدا وكل الكورة اللي تلعبت عنده إذا كانت في الاستبالة أو في الديفنس طلعها بشكل كويس جدا يمكن ظهر في الشوت التاني المعد بتاع فلت سبورتنج حاول يحط كورة تاني كورة كذا مرة محمد كان وقف لها وصاحي وطلع كورة مرتين وارة بعض بشكل مميز ورافنا ناخد النقطة ديت أغلب الاستبالات أو الإرسالات اللي تلعبت عند رمضان طلعت كويسة والراجل السابق الكويس والكورة اللي تشان سبور كلها وصلها كويس كانت بتسهل جدا على عبدالله أنه يعرف أي نوع الإعداد بتاعه ويخلي اللعب متوزع بين اللعبة من اللعبة النص ولعبة الإطراف الحاجات دي كلها بتخلي محمد يبقى واخد ثقة كبيرة في نفسه بتخلي كابتن محمد مصلحي كمان عنده ثقة في محمد رمضان بشكل كبير إن احنا معاوض مش موجود يمكن برضو محمد رمضان هيكون وقف مكانه وسادد مركزه بشكل كويس جدا يعني النهاردة حددت بحكم يعني عينك عين الخبير لقيت أننا عندنا مشكلة في مركز اللي برو الحمد لله محمد رمضان قد وإن شاء الله معاوض يكون معنا المباراة اللي جاءوا اللي بعدها بعد ما يتمثل للشفاء من الحادسة اللي اتعرض لها الدنيا تبقى كويسة خلي بالك احنا النهاردة كمان يا كابتن منلعب من غير المحترف يعني النهاردة احنا المحترف مش متواجد وبتالي بعد المباراة اللي حاجة هينضم لنا فيعني هنبقى أقوى من كده بكتير كمان الحاجات دي يتمم مميزات النادي الأهل إن انت عندك المركز فيه لعيب واثنين وثلاثة الحاجات دي بتسهل جدا على مدير الفني انت لو حصل لقدر الله أي إصابة أو أي ظرف للعب من اللعبة اللي موجودة لا انت عندك البديل موجود والبديل بتاعه كمان موجود خصوصا كمان إن اللعبة الصغيرة طلع بشكل مميز جدا إذا كان زياد أسامة ولا حمزة الصوفي زياد أسامة أحسن لعيف في 19 سنة في بطولة 19 وحمزة الصوفي أحسن لعيف في بطولة 17 الحاجات دي بتدي ثقة للفريق بتحسس اللعبة برضو نفسها أن هي لها أهمية في النادي الأهلي ولما بتنزل بتقدي زي ما شفنا زيادة النهاردة نزل وعمل موتش كويس جدا يعني حقك بتتفق مع كابتن كريم أنه من أهم المكاسف النهاردة عندنا هو مشاركة الصغار أو الشباب يعني اللي هما مستقبل النادي الأهلي فده طبعا يعني يعني زي ما أنت بتكسب آه بس بيتجهز للأجيال القادمة عشان يكون عندك جيل جاهز كمان سنتين إن شاء الله إن هو يشيل الرؤية صح الكلام ده؟ آه طبعا يعني إحنا الشهود التالت تقريبا أغلبه لعبينه بالعيبة أقل من 22 سنة إذا كان يوسف مرجان أو زياد أسامة أو حمزة الصافي وعبد الرحمن الحسيني أربع لعيبة أو خمس لعيبة من قوام الفرقة الست لعيبة اللي موجودين في الملعب كلهم قال من 22 سنة ده بيطمننا على مستقبل النادي اللعيبة اللي دحت طلعة كويسة وتقدر تشيل النادي وتعرف تلعب مرشد كويسة جدا وتكسب تمام كلام مضبوط أعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل سريع نرجع نكمل تقطياتنا المستمرة لمباراة الكرة الطائرة اللي انتهت بفوز النادي الآن 3-0 على سبورتينج في خامس جوالات دوري كرة طائرة رجال ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد وبنفكركم إن شاء الله الساعة 9 ورب هنلقل لحضراتكم مباراة كرة السلة مباراة القمة الأهلي والزمالك على صالة الأمير عبدالله الفصل في الجولة الرابعة من الدور الترتيبي في دوري السوبر لكرة السلة وهيكون الاستوديو التحليل هينطلق الساعة 8 مع ضيوف إن شاء الله هنجيب لحضراتكم كل الكواليس لمباراة القمة وكمان هنزعل حضراتكم لايف على صفحتنا بإذن الله على الفيسبوك وأيضا على اليوتيوب شانيل فهتقدروا تتابعونا بكل الأحوال أو تتابعو المباراة على شاشتنا قناة النادي الأهلي وخلينا برضو نتكلم عن مباراة اليوم نحاول بقدر المستطاع قناة النادي الأهلي نكون جنب أبطلنا ونقل لحضراتكم الأحداث الرياضية أول بأول أرجع لضيوفي يمكن كابتن حسام كنا بيكلم في الفاصل أن هناك مكاسب أخرى يمكن المكاسب قلنا لمشاركة اللعيبة الصغار ولكن كان حداك لك رأي آخر في الشوت الأول كان أحد المكاسب طبعا يعني من المميزات المطشي النهاردة أننا كنا خسرين فرق خمس نقاط لغاية آخر الشوت شخصية النادي الأهلي أنه هو بيفضل يلعب لغاية آخر نقطة في الجيم النقطة دي وصلتنا أننا نكسب الشوت 25-22 طبعا ده مكسب كبير جدا أنت تعرف هتعود هزيمتك من هتعود من الهزيمة للفوز أنت تعرف تلم نفسك في آخر الشوت بالذات التلت الأخير من المطش دي حاجة مهمة جدا أنت طول المطش في رئيس سبورتنج طول الجيم الأولين في رئيس سبورتنج ركبك لغاية 22-21 أو 22-20 وانت في آخر فوق العشرينات خلاص لده أنت أهلي بيقشر عن أنيابه زي ما الناس بتقول بيعرف شخصية البطل بتظهر أن انت بتعرف تخلص وتفنش المطش زي ما أنت عايز بالذات ظهرت النهاردة دي حاجة كبيرة جدا وحاجة كويسة جدا بتخلي الفرقة الثانية تبقى عارفة أن أنت بعد يعني فوق العشرينات أنت ما بتهزرش فوق العشرين أنت بتخلي الفرقة تلعب معك اللي عايز يلعب يلعب إنما فوق العشرينات لأ شخصية النادي الأهلي بتظهر بتعرف تخلص المطش وبتفنش المطش على الأسخور اللي هي عزيزة يعني حداك تتفع يا كابتن كريم مع هذا الكلام المحترم من كابتن حسام إن اختبار حقيقي يتحط في النادي الأهلي وهو يمكن ما تحطرهش في المباراة للسابقة أن النهاردة أنا تحطي تحت ضغط بدأ بداية مش موفقة كعملت شوية في الشوت الأول ما كنتش متوفقة تحطيت في اختبار ثلاثة في العشرينات وأنا يعني متأخر في النتيجة وزي ما قال كابتن حسامي أحدك بتفع معه في هذا الأمر أكيد طبعا يمكن في الشوت الأولاني أول اختبار حقيقي في دورة المجموعات الفريق الطائرة بتاقي النادي الأهلي كان لحد النواطة عشرين احنا كنا متأخرين بفرق خمس نواطة عن نادي سبورتنج بس بشخصية البطل والنادي الأهلي قدرنا أن نرجع في الشوت الأولاني وبتغييرت أنا يعني أنا بالنسبة لي مكسب الشوت الأولاني كان عبد المحسن في مركز ثلاثة قد أداء رواجة جدا في البلوك فيمكن الشوت الأولاني كان تحدي كبير جدا لنا أن نقدر نرجع في المباراة وقد نتعرض له في مطش جامد تاني وبتعرض أكيد بتتعرض له الموقف زي ده أكيد طبعا ده كان الاختبار حقيقي بس خليني برضو أتطمم لحدك يا كابتن وخليني أتكلم بكل أمانة صفقات الجديدة هيمكن أنت لمست الموضوع سريعا مع عبد المحسن يمكن عصران وعبد المحسن والصفقات الجديدة ولادنا اللي رجعوا من العارة زي يوسف مورجان وغيره والناشئين اللي طلعين شايف الصفقات الجديدة النهاردة بشكل كبير قدمت أوراق اعتمادها مع الفريق ولا رأيك يا كابتن يمكن كابتن محمد مصلح السندي كان تدامت في الأماكن اللي احنا عندنا يمكن نواز شوافية يمكن جب محمد غسران من نادي الجيش لمركز أربعة ومحترف أمريكي برضو في مركز أربعة فقدرنا نسدي صغيرة في مركز أربعة عندنا لعبة خبرات ولعبة شباب يمكن في مركز ثلاثة برضو جب محمد عبد المحسن من نادي الزمالك عودة يوسف مورجان صنع ألعاب فيمكن كابتن محمد مصلح السندي عمل تدامات موفقة جدا وقدر بالتدامات دي يعمل ثقل للنادي الآلي في المستقبل كمان يمكن إحنا عندنا عنصر الخبرة في الفرقة قدر ينزل بالمعدل للسن اللعيبة اللي جابها جديدة يمكن كلهم بالضبط يمكن قلي من 25 سنة فإحنا مستقبل للنادي الآلي لا متطمينين عليه بالصفقات الجديدة كمان نعم كابتن حسام رأي حدك في الكلام ده كنا نتكلم في الفصل أيضا الصفقات جدت بعناية وباختيار مش مكانتش عشوائية ممكن مكازربعة كان أحمد سعيد عندنا بيبقى غالبا لوحده دلوقتي دعمنا بأكتر من لعب من الناشئين ولاعب أيضا من خارج النادي نفس الكلام بالنسبة للسنتر بلوك كان تعرض عب والسنفات للإصابات عدم توفيه بعض اللاعبين دفع الكابتن محمد مصلح أنه يتعاقد في هذه المراكز شايف الدنيا أيها كابتن بعده خمس جوالات من الدور الأول وزي ما قلنا كابتن هيسن برضو النادي الأهلي عنده لعيبة صفة أول وتاني وتالت فأنت بالنسبة لك أنه يبقى عندك أكتر من بديل في نفس المركز دي حاجة مهمة جدا عشان الموسم بيبقى طويل وإنت محتاج أن تريح اللعبة بتاعتك اللعبة الأساسية اللعبة كبيرة شوية الحاجات دي بتخلي طبعا كابتن محمد مصلح يبقى عينه على اللعبة المميزة في الأندية التانية أنه هو يعرف في جيبها علشان يسد جزء من الفراغات اللي موجودة في الفرقة حتى علشان لما تيجي تعمل روتيشن في الماتشاط نفسها مستوى الأداء أو مستوى الفرقة ما ينزلش ماينفعش فرقة تاخد منك شوط أو شوطين لازم بتفضل ماشي على نفس النتجة بتاعتك صفقات اللي جابة النادي الأهلي إذا كان عصران أو إذا كان محسن أو المحترف كلها صفقات مميزة جدا يمكن عصران أحسن لعيه في نادي الجيش محسن أحسن سنتر بلوك موجود في نادي الزمالك وأساسي في منتغب مصر وكمان يوسف مرجان لما رجع من الإعارة الحاجات دي طبعا بتدي سوق للفرقة بتاعت النادي بتخليهم حاسين بما ده أهمية البطولة اللي هم جايين يلعبوا عشان يكسبوها طبعا العابة دي كلها محتاجة أن هي تشارك بشكل كبير وطبعا كابتن محمد النهاردة خلى الفرقة أغلب الناس كلها طبعا تشارك خصوصا محسن بدأ من نص الشوط الأولاني لغاية نهاية المباراة تقريبا وكذلك مرجان لعب فترة في الشوط التالت وعصران لعب بالشوط الأولاني والتاني ونص الشوط التالت لما نزل بداره بعد كذا حمزة الصغير حمزة الصافي الحاجات دي كلها بتخلي الفرقة وتخلي الجهاز الفني بقى متطمن على المستوى وعلى الأداء وعلى اللعيب بتاعته يبقى عنده كذا تغيير كذا حلول الحاجات دي كلها ظهرت في الشوط الأولاني والحمد لله ده كان نتاج بالتفكير والتغييرات اللي عملها الجهاز الفني في الأداء وعرفتنا نعدي بالشوط الأولاني وعرفتنا نعدي بالمطش طب كباتل عايزة أخد رأي حضراتكم يمكن كابتن كريم يجل حضراتك يوسف الصافي يوسف مركز صنق الألعاب بيلعب معاه أو معاه في الفريق أو في نفس مركزه طبعا الأسطورة الكبيرة الكابتن عبدالله عبدالسلام يمكن من أحد مميزات عبدالله عبدالسلام هو طول القامة على الشبكة ما فيش أي مشكلة في البلوك بيبقى عامل مؤثر جدا نهاردة الحقيقة وأنا بتفرد بعين المشاهد يعني لا يوسف برضو طويل قامة عنده جنب يعني يعني فيه صفات كتيرة ممكن نقول أنها برضو تطمننا أنه يعني في أي حصل التغيير في أي وقت يوسف موجود من ناحة الشبكة من ناحة الاستلام من ناحة الباصنج رأي حدك أي في الكلام يمكن أنا بشوف أن يوسف مرجم من اللعيبة المحصوصة جدا أنه هو قدري عاصر أسطورة زي أسطورة عبدالله عبدالله عبدالسلام صراحة يعني عبدالله قائد جوه الملعب وبرى الملعب على المستوى الفني يعني من أحسن وأعظم اللعيبة اللي جات في مركزه فيمكن يوسف لص صغير بس لما طالع تحت كابتن عبدالله فطبعا بيشوف الحاجات النواز طبعا بيتكلم معاه الحاجات اللي ممكن تكون الانديفيدول الفردية إدر زي زاودة فيمكن يوسف كمان السنفات لما طلع عارة لنادي بترجيت دي أسقلته جدا أنه هو كان بيشارك بصفة مستمرة بصفة مستمرة يمكن ده ما كانت شايدر يبقى موجود طول ما عبدالله طبعا موجود في نادي الألي فكانت نسبة مشاركته كانت قلالة جدا بالضبط فأنا شايف أنه لما تلع السنفات ويحتك بره في نادي بترجيت والإعاب قدر يلعب مبارات كثيرة جدا أسقلته جدا فبالتالي قدر بمستوى السنفات أنه يرجع لنادي الألي وكابتن محمد مصرحي يعني في المتشاط بيبدأ يدي له فرصة جيم نص جيم عشان بعد كده يبقى هو ده الصف الثاني بعد كابتن عبدالله إن شاء الله إن هو يشيل اسم النادي أكيد إن شاء الله خلي بالك كابتن حسان برضو في هذا المركز الرجل برضو بيؤدي أداء كويس حسان فكل لدور كبير جدا في أوقات مبارات الدور يشوف نالزل فترة من الفترات عمل شغل كبير جدا الحقيقة في المركز ده مع وجود التلاتة بتالي الدنيا جميلة ولا يرأيك يا كابتن حسان المركز ده مركز حساس جدا أطبعا ده سابت في التلاتة التانيين ده من حظ حسان ومن حظ يوسف مرجان إن هم بيشوفوا عبدالله هو بيلعب الحاجات دي بتديهم سوق لحتى وهم في التمرين وهم في المتشاط بيبقوا نازلين وعارفين إن فيها عبدالله موجود أنا لازم ألعب شوية كويس وأتكع عن نفسي عشان أعرف أحجز النفس مكان في الشوت وفي الجيم إن أنا هممكن هنزل وشارك فيه ويبقى شكل كويس الحاجات دي طبعا كابتن محمد مصلحي أي مدور ده كويس جدا وإحنا برضو عايزين يعني نوضح لحضراتكم يعني حاجة تانية أو أمر تاني النهاردة فيه ساعة ستة مباراة الكرة التقارية سيدات الأهلي هوليوبلس مباراة مهمة جداً لنا ولكل جمهوري نادي الأهلي يعني دي المباراة اللي هيكسر بيها النادي الأهلي الريكورد العالمي وهي ستة وسبعين مباراة على التوالي بدون هزيمة لأكتر فريق سيدات على مستوى العالم فإذا النهاردة مباراة هوليوبلس دي إن شاء الله النادي الأهلي يفوز فيها مباراة مهمة بيها هيكسر النادي الأهلي الرقم وهيعد بقى ستة وسبعين مباراة ونبتد نعد بقى ممكن نوصل لمية مية واحد سيسجل الرقم الجديد باسم فريق أو فتيات الزهب في النادي الأهلي فإذا احنا برضو مطابعين كل اللي بيحصل الجوة النادي الأهلي حتى وإحنا في الستوديو النهاردة مباراة سبورتوينج ولكن إحنا بصين على كل حاجة ويمكن برضو زمل مصدرز الرجالي يا كابتن حقق وكسر الرقم بمية مباراة يمكن أكتر من ذلك فوز النهاردة السيدات بيكسروا الرقم طبعا يعني الجهاز الفني للسيدات بوكادة كابتن حمد الصفي عينوا على الرقام ديت هو طبعا عايز يقول أنا برضو كجهاز السيدات إحنا موجودين وبنعرف النافس وبنعرف أرقام فرقة النادي الأهلي في استيادات فرقة كويسة جدا قوية جدا هي بطل الدوري سنين كتير وغيرا بعض والمرشح الأول للفوز بالسنة بالبطولة بالكاس والدوري وبطولة أفريقيا إن شاء الله لما هيشتركوا فيها فبيتغال إن كابتن حمد الصفي والجهاز كابتن ياسر صلاح وكابتن أيمان فؤاد يعنيهم على الحاجات ديت وعلى الأرقام ديت أنهم عايزين يكسروها ويقولوا لا إحنا موجودين برضو صحيح صحيح وكابتن كاريم بتاقيق لي ما بقاش أكتر سعادة من جهاز فني أو لعبات أو لعبين وانت بتحقق أرقام والجمهور بيقارن أرقامك بأرقام فرقية الكرة فالحقيقة الكرة الطائرة في النادي الأهلي في حتة تبيع بصراحة أكيد طبعا أنا بشوف أن الكرة الطائرة في النادي الأهلي من الألعاب الإنجازاتها يعني مسماعة جدا أنا بشوف أن الكرة الطائرة إذا كان رجال أو سيدات هما بينفسوا نفسهم في تحتيم الأرقام الكياسية يمكن الماسترز موسوعة جينيس ريكورد بيميت فوص متتالي بالتالي برضو النهاردة فريق السيدات لما هيكسب مبارات النهاردة هيدخل برضو الريكورد فيه منافسة لطيفة ما بين جهاز الولاد والبنات أن لا ما فيش حد أحسن من حد فطبعا فده طبعا بيصب كله في مصلحة النادي وأرقام للعيبة طبعا يعني بعد كده أن يكون يتالع الجيل ده أنه كسب 100 مبارات متتالية أو مثلا فريق السيدات كسب 80 مبارات متتالية فطبعا ده في السيفي بتاعهم وفي تاريخهم طبعا ده حاجة تبقى مشارفة جدا لهم وده آخر مبارات فريق السيدات والقطات منه بأمانة يعني الفريق مركز وكابتر حمد الصافي كان معانا أكتر في المرة في المداخلات والفرقة جاهزة الحمد لله ما عندناش إصابات يعني الحمد لله الدنيا كويسة وكان معانا مبارح سهيلة برضو وفي نجمتنا اللي بتلعب في دولة الان سي دابل اي هي في المرة معهم مش تلعب طبعا ولكن ممكن تلحقنا على الكاس يعني أصدق لي أننا عندنا نجوم كبار وعندنا يعني أساطير في الكرة الطائرة دايما الكرة الطائرة مشرفونا في كل المحافل الحقيقة بصراحة ولما النادي الأهلي في الكرة الطائرة بيقف على رجله بشكل كبير منتخب بأوتوماتيك بيكون لي شأن آخر في الكرة الطائرة وخلينا أتكلم برضو يا كابتن عن يعني النهاردة برضو من ضمن الحاجات اللي في الرجال يمكن أرجع تاني فلاش باك على ماتش النهاردة محسن الحقيقة في اللقاء اللي اتعامل مع محمد توفيق عجبني جدا لما قال إن احنا النادي الأهلي ونفعش نخش بطولة ونخسر فعجبني محسن يعني بسرعة يعني تقمش شخصية النادي الأهلي وتقمش شخصية البطل وهو ده النادي الأهلي يعني دايما صفقاته بتلاقي اللعيب اللي بينافس اللعيب اللي بينفع يجي النادي الأهلي بيبقى ليه مقومات معين الموضوع مش فني بس أكيد طبعا يمكن أي لعيب بيدخل النادي الأهلي طبعا ده بيبقى حلم كبير اللعب بالنزولان يلبس فنالة النادي الأهلي فبينصار وسط المجموعة على طول وطبعا كمتى محمد مصالح لما بيجي يختار لعيب الفريق لذلك لازم يكون عنده شخصية النادي الأهلي فلعب زي محمد ابن محسن أو اللعب محمد عصران هو أكيد شاف مكومات اللعيب اللعب اللي يلعب في النادي الأهلي فطبعا هم أول مدخل في فرقة حصل تجانس على طول ويمكن كمان حتى في كلام محمد ابن محسن النهاردة نحن داخلين كل البطولات نحن عيننا عن مركز الأول بس يمكن النادي الأهلي المركز الثاني بالنزولان هو المركز الأخير فطبعا من كلامه اللعبة عندها دافع كبير جدا خاصة اللعبة الجديدة على الفرقة أنهم عايزين يثبتون نفسهم والكابتل محمد مصالح أننا صفقات سنكون عند حسن ظنك وأنه سنشرفك إن شاء الله فطبعا الناشئين ما فيش مشكلة ولكن الصفقات النادي الأهلي مش بس أنت بتنتقي لعب فنان مهارته عالية لأ أنت بص على خلقين بص على شخصيته هل اللعب ده يعني لعب بطل لعب بطولة رأيك في الكلام ده طبعا إحنا في النادي الأهلي بنراب الولاد من صغرهم على شخصية النادي الأهلي أنت بالنسبة لك أنت داخل أي مطش أنت داخل تكسب إحنا عندنا بنقول دايما أن الرياضة مكسب وخسارة لا إحنا نادي الأهلية نحن نكسب بس فالحاجات دي طبعا وصلة لغاية الدرجة الأولى فأنت اللعيب أي لعيب أنت بتجيبه من بره لازم يكون عنده مقومات البطل أنه هو عايز يكسب خصوصا بقى بعد كده أنه هو بيبدأ لتطبع باللعيب اللي موجود اللي هي أصلا من جواها عارفة أنه نادي الأهلية نحن نكسب بس إحنا ما نفعش نكسر إحنا مركز التاني بالنسبة لنا ده مركز أخير فطبعا إنت لما بتجيب اللعيبة من بره بيبقى هي عندها شوية أو عندها روح الفوز فأنت طبعا تبدأ تتطبعها أنه إحنا لا إحنا نادي الأهل إحنا هنكسب فأنت داخل عينك على المركز الأول إنت ما بتبصش أن إنت هتأخذ منك شوط أو شوطين أو هتأخذ مركز تاني لا إنت عينك على البطولات اللي إنت تشارك فيها إذا كان ثلاث بطولات أو أربع بطولات لا إنت داخل تكسب البطولة مع عينك على المركز الأول على الكاس فالحاجات يعني اللقاءة دي بتخلينا برضو أكابت اللقاءة اللي بعد المباراة دي بتخلي الواحد يعرف اللعيب أكتر ويعرف بيفكر إزاي يعني إحنا بنشوف اللعيبة بتلعب بس إنما لما بنشوفها بتتكلم بنعرف كل واحد بيفكر إزاي ودي الحقيقة بتخليك تتطمن إنت كمان على الفرق أكتر وأكتر يعني يعني ما بيحصل حاجة زي كده بيبقى بتطمنين طب خلينا نتكلم أكابتنا عن القادم يعني يمكن مباراة لجاء الإعلاميين عندنا خمس مباراة تانيين إن شاء الله لفريق كرة الطائرة أتصور إن إحنا بإذن الله يمكن هيبقى أصعب مباراة يعني شوية هي ممكن سبورتينج ناك إحنا لعبنا هليبنس بره صح وهتبقى سبورتينج ناك في حالة إن إحنا فوزنا على الخمس مباريات وتأهلنا أول أحدك عندك فكرة مين ممكن يكون معنا في المجموعة بعد كده التلاتة اللي هيكونوا معنا بالتقريب يعني طبعاً فيش حاجة أكرة بس بالتقريب يعني هو إن شاء الله بعد ما هنخلص الدور دوت هيبقى معنا سبورتينج تاني المجموعة معنا في نفس الدور هيبقى معنا نادي الجيش غالباً هيبقى أول مجموعة وممكن يكون معايا نادي 6 أكتوبر متعالي من المجموعة بتاعته مركز تالت في المجموعة التانية ومركز تالت في المجموعة الرابعة بصراحة يعني هيبقى فيها لعبة شوية ممكن الدخلية أو ممكن الدخلية في المجموعة الرابعة يعني ده هيبقى شكل تقريباً تقريبي للدور اللي بعد كده على حسب بقى الماتشات في المجموعة التانية شكلها عامل إزاي والفرق وطلعوا نازلة في المباراة بزان هتبقى هي تقريباً المنافسة لأن انت مش هتلاعب مع التلاتة اللي انت بتأهل معهم يعني انت الاتنين اللي انت تأهلت معهم مش هتلاعبهم انت هتلاعب التلاتة اللي جاهل لك من المجموعة التانية هو هيبقى بالنسبة لنا مطش الجيش في المجموعة الثانية هو ده اللي هيبقى ده مطش برضو عقمة زي مطش النهاردة كده المفوض على كمة المجموعة ده هيبقى محتاجين ان احنا يبقى مركزين في فرقة الجيش أغلبها في شباب صغير معهم طبعاً الأسطورة كابتالي مرين فقر الدين هيبقى مطش فارق وفيصالي فعلاً في الدوري ان انت بتطمن على نفسك بتلعب مع فرقة قوية جداً فرقة بتنافسها يعنيها برضو على البطولة وبتنافسها البطولة تسبونا مباراة يعني ام اثرتش في مشوار الدوري بس كانت ممكن تحرجنا لان احنا كده 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 كننا هنكسب لازم نكسب الزمالك في نهاية الدوري بس برضو الجيش فريق قوي يعني انت ملعبك او مطش كناك مش مضمون المطش خصوصاً مطش الجيش في نادي الجيش بيبقى مطش صعب جداً غير ان انت تكون بتلعب الجيش في صلاة النادي الاهلي لانت صلاة انت حافظها وعرفها واي حد بيجي النادي الاهلي بيجي النادي الاهلي بيخاف منك في الصلاة بتاعت صحيح انما مطش الجيش في صلاة الجيش ده مطش صعب مش مضمون شوية بس طبعاً مع الجيل اللي موجود ده وطبعاً كابتن محمد المصلحي لا المطش ان شاء الله هيكون بتاعنا وهيبقى سهل وهنعرف نعدي به الحاجات دي كلها هتخلي الفرقة تبقى جهزة اكتر للدور الاخير هيبقى فيه طبعاً مطشات قوية جداً عندنا نادي الاتحاد ده جايب محترف في السنة دي حاجة جديدة طبعاً ماشي كويس جداً في الدوري يمكن خسرنا مطش واحد بس من نادي سموحة فريد سموحة فيها لعيبة كتيرة جداً جايبة لعيبة من نادي الزمالك جايبة لعيبة من نادي الجيش هيبقى الدوري صعب جداً وفيه فيه لعبة تقاهل هو الاقوى لان انت طبعاً محتاج تكسب تلات مطشات من خلص مطشات كابتن بشكركم شكراً جزيلاً كابتن حسام شعراوي نجم منتخب مصر نادي الاهلي يعني نورتيني النهاردة وستمتع الحقيقة بتخليلك شكراً جزيلاً كابتن كريم جمعة نورتيني وشرفتيني ممكن اقول لقاء بنا من بعد بس ما شاء الله عليك يعني تحليلياً حاجة عالية وحاجة يعني محترمة جداً عزيزي المشاهدين ده كان لقاءنا النهاردة وتقطيطنا على مباراة الاهلي والحمد للألف من اليوم مبروك نادي الاهلي هارد لك نادي سبورتينج 3 صف نتيجة خلينا نتطمن على الفريق بشكركم شكراً جزيلاً وبدعوكم انتم تنتظرون ان شاء الله الساعة 9 8 الستوديو التحليلي الساعة 8 الستوديو للتحليلي المباراة القمة لأهلي وزمالك المباراة ستقام الساعة 9 ورب ما ترحوش بعيد خليكم على شاشة قناة النادي الاهلي شكراً جزيلاً